اذا انا مباشر متابعي الكرام متابعي شوف تيفي برافو تمو برافو السلام عليكم ايوه الاموات انتم السابقون ونحن اللاحقون اللهم ارحم جميع الاموات يا رب العالمين اليوم الجمعة كنشوفوا بانا عائلات وعائلات كيجو بشي الزورو اليوم اهل ديالهم ولكن اليوم كنقول واحد الجمعية فرافو عليكم اه جمعية اه ناصر الخير مدينة مارا اللي اه صراحة الله غنحاول باش غندير واحد الجولة غندين هاد الجولة ولكي غتشوفوا معيها يعني اذا المقبرة كيفاش كانت ما غنقوش لكم يعني بعد الاهمام ديالها ولكن بعد ما الدخلات جمعية الناصر مشكورة من هاد المنبر هادا جمعية الخير جمعية التسعة دائما وراء الخير برئاسة اه السحاج الرامي اللي جزاه الله خيرا ومنسو السعد دادي وكليك السعي صام وكليك جميع الاخوان اللي صراحة الله واقفين ووتينات فوق هاد المقبرة اللي صراحة له هدية دارنا كاملين هاد هي دار جميع اليوم كنقول فرافول هاد الجمعية اللي اه التارت نتيبه يعني هاد المقبرة وما يشغل اليوم يعني كل اسبوع كل شهر يعني دائما هاد الجمعية كنتفكر هاد مقبرة دار الزعسل لسي نقول لكم هادية دارنا هادية دارنا ودار جميع اذا كنتشو فوق اه عدة شباب مشكورين من هاد المنبر هادا كما سنقول لكم برئاسة اه حاج الرامي وكذلك السعب كالهادي وكذلك عيسام سروايت اللي واقفين معاد الشباب اللي صراحة له يعني كي نطفق اه مقبرة دار الزعسل يلا حاولت باش غنديرت جولة مغلقاش كغير هنس نقول لهم فرافو عليكم والله العلا حاديم شنقول لهم فرافو عليكم لان صراحة له شدتني تبوريش هملي دخلت للمقبرة دار الزعسل وانو بحكم ابن المدينة وكتجيت هنا ايو ودرت اخير ابت مباشر لقيت في انه كانت مكرفسة اه مقبرة دار الزعسل ولكن اليوم كما تشوفوه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ومشكورين من هذا المنبر هذا صراحة الله لانه جزاكم الله خيرا ومن أنا为什么 عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إطار الأرسيطان التي تقوم بها جمعية مصر الخيرية والمصيق ديالها هو السيد الحاج محمد الرامي الفاعل الجمعوي وفاعل الخير داخل المدينة فهو معرف دائما بسيارة نقل أموت المسلمين وكذلك بعد نقل المرضى وهذه باديرة ناديرة لا تكونش في جميع المدن أنه حتى الشاب يقوم بهذه العملية وفي إطار برنامج أوراش جوج فجمعية مصر الخيرية اللي استفدت من هذا البرنامج هذا وهو تنظيف المقابر تنظيف المقابر لأول شيء من دخلنا لها دخلنا بأن هذه القبارة كانت كلها عمر بالأوساخ بالأجبال وكذلك بالذكر الأغصاب اللي كانت زيدة واليوم بفضل واحدة مجموعة شاباب المدينة شاباب وشابات المدينة اللي تزندوا بس ينقوا هاد هاد القبارة هادي والحمد لله أنه كان واحد السيد كذلك اللي هو الساعي صار صارواه اللي وقفة له هاد وقفة واحد الرجل واحد الفائل جمعاوي اللي وقفة كل تفاني من أجل نظافة هاد القبارة والنتيجة أنتم تتشوفوا تحيى الجميع الإيخوان وتحيى بالخصوص للحاج الرامي اللي قام بهذا العملية هاد والتي تشرف من ماله الخاص وتحيى للشي سروائق اللي أعطى الجهودات دياله وبالصباح تلسية وتلبق بارة من أجل النظافة ديالها وتحيى لجميع المتخدمين هاد العملية وشباب مدينة تمارا وتحيى ولعلمكم أن الجمعية متل تشييرها الجبعية هي التي تتموّل من طرف الحجر رامي أستاذ أنا أريد أن تقول الأوراش عادة جمعية كانت جمعية نديجة تصورت يعني عدة مبادرة تنجي شلقها هنا هي الجمعية دائما السباقة أول يعني جمعية السباقة أضافة على المقابر بما كانت في عملية الجنزال إلا كنا دائما السباقين كنا من الأوائل اللي بطينا المساعدات الجنوبية كذلك هاد العمل ينتعم انقبارها ماشي أول مرة بل عدة مرات تنجيو لها وتنظفها وماشي هي هاد انقبارها هدي فكذلك عندنا برنامج انتعم مقابر جمعية التمارة كلها إن شاء الله هاد ينتجو لها سواء بالصباقة أو بالزير أو بالنظافة متحية للشوف تيريك شكرا سير إذا المتابع الكرام يعني كما قلت لكم هادية الجمعية شو حدا البنات السلام عليكم سنة أول حاجة أنت مع المباشر ومشكورين يعني للمبادرة المبادرة اللي صراحة الله يعني التاف توقل هذه المقبرة ويعني مش أول مرة دائما يعني الجمعية تتسعي يعني بش تنظف هذه المقبرة كيف شقيتوا المبادرة لما عتفعوا الناس أولا بسم الله الحمار الرحيم حرقة مبادرة جدا رائعة ومتميزة كيف شاركت فيها ومع عداء كلهم للجمعية النصر الخيرية على رأسهم سي حاجة غامي وسي الهليل من السوشة ونشكرون بزراف على هذه المبادرة الصراحة كانت تجربة زوينة كان القول في أننا كنا ندر وحد العملية وأصلا نشوفه عمل خيري وفي أجر كبير عن الله كنا ندر القبرة كان نجمع الأزبال كان يعني كأي حاجة كثبت لنا في أننا نقص الرودة كان حاولو نديرها وكان ديره مجهودنا وكسرنا مجهودنا وكان نتمنى ويا ربي فمتي ما زال نعطو 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 والبينو هدى الرودة فأحسن نحولها وتكون يعني متميزة وبعاء فلولة إن شاء الله على سعيدة تمارا وكان نشكره الجهة كاملة وكان نشكره رئيس العمله وكان نشكره المسيدينا بطباك الحالة في عصام بيته هو كي سيارنا وكي ورينش مخصنا نديره وشكرا بزاف لكم وشكرا الناس هرامي وكان نشكر لقاء الأعضاء اللي معيثة في المجموعة وكان نتمنى ما يكونش أخذ جريبة والله يشعلكم يزال حسنات ومشكورين مالبلمين برادة مشكورين مشكورين شكورين إذن متابعي كرام متابعين شوف تيفي كما شو يعني صار حطلالي غنقولها الجمعية وكذلك برئاسة السحة الجرامي وكذلك الأخ عيسام الشرويت مشكورين صار حطلال مراقب ومسير ومشرف عن هذه العملية تطوعا لأنالس الهلالي للفعاليات في مدينة التمارة أولا شكر الموصول المجلس العملاء شكر الموصول الإجراءات القانونية من أجل تنظيم هذه المقبرة شكر الموصول جميع العاملين والعاملات شكر الموصول السيل هلالي جميع الإخوة الساكنة مدينة التمارة الذين يقدمون يد المساعدة لو بكلمة طيبة الشكر فجمعية النصر الخيرية فهي معروفة على الصعيد الإقليمي بالتطوع ديالها بالعمل ديالها الخيري في إطار بما يسمى كانت من الصباق أنها وفرت الإقليم ديالنا أذياد من أربع سيارات ديال الإسعاف بخدمة مجانية وتوفير الشابطوات في العزاء التوفير عدة حويج والحمد لله توفير المبادارات في رمضان في العيد الكبير للفئات المعويزة وكذلك في إطار الحملة اللي شنها الجمعية ديالنا في العملية ديال الازلزال وكذلك مقبار الدار الزعتر فهي نموذج ديالنا اليوم أنها صبحات نقية صبحات نظيفة والجهد كامل كيرجع بالأخص العمال وبالأخص الفعاليات جمعية النشر حاضرة على جميع المقابل إن شاء الله بدأت هذا البرنامج برعاية برنامج أوراش الحكومي وخذت على العاتق ديالها أنها تنظف على جميع المقبارات اللي كانين في الإقليم ديالنا سواء مقبارة الدار الزعتر مقبارة سيد محمد شريف مقبارة برنياء مقبارة سيد البهيلي جميع المقبارات خذينا على العاتق ديالنا أن ننظفهم بتفاني مخلصين الله بإذن الله مقبارة الدار الزعتر كان نوجهه واحد الرسال الساكنة دي المدينة التمارة فرنا الحاويات ديال القمامة آآ نضفنا يعاونونا أنهم يبقوا يحطوا الأزبال في الحاويات ديال القمامة يعاونونا في هذه الحملة آآ التي تشنها الآن آآ بقيادة جمعيات النص الخيرية مرة أخرى آآ شكر الموصول للصحافة اللي كتحاول أنها تآ تقدم لنا كواحد نوع ديال الشكر أنها تجي ديالنا التغطية شكر الموصول لجميع الفعاليات والسلطات المحلية مجددة المجلس العملاء الرئيس ديال الجمعية الإخوة المشرفين والإخوة العاملين نحن حاضرون في هذا البرنامج إلى نهاية البرنامج وكذلك بعد البرنامج فنحن دائماً من أجل النظافة ديال المقبرة وكذلك من أجل النظافة ديال المدينة ديالنا وربما النظافة ديال الوطن ديالنا لتكون مقبرة دار الزعتر نموذجاً إقليمياً لقعدي المقابر يكونوا نظيفين بحالة وشكراً شكراً شكراً لجميع الإخوة إذاً على المباشرة متابعة الكرم متابعة نشوف تيفي يعني كما شو هدو من السهلو يعني تشجعاتها غنقوله مفرافو عليكم تبارك الله عليكم صراحة الله لأنهم الشباب من بداية الصباح هما خدامين من الصباح يعني كما تقول لكم هما يعني كي يشتغلو باش كون المقبرة يعني نضيفها يعني فعلاً إذاً متابعة كرم متابعة نشوف تيفي يعني كما شو نشوفوه صراحة الله زيرو كاغيط زيرو أزبال مشكورين اليوم يعني كما كيعرف الجميع بأن مقبرة دار الزعتر بعد مما يعني كانت تتعرف واحد إهمال يعني كبير كنشوفوا بأن مقبرة دار الزعتر أصبحت نظيفة هذا الجمعية الرائعة اللي ما كتسعاش يعني كتقلب كم تقولو على المين حق إذا كما كنقول لكم يعني جمعية ما كتسعاش إلى المين حق الجمعية نقول لكم هانت هما هاش مدرت والو والو زيرو كاغيط شكرا هاد شكرا لهاد الجمعية الخير اللهم اللهم ارحم الأمواس السلام عليكم يا أيها أمواس اللهم ارحموا جميع الأمواس اللهم ارحموا وجه اللهم ارحموا جميعا واخرى ساعدت الجمعية يعني رسالة المواطني اللي كيجيو لأن صراحة الله يعني تتشكوا بعض الناس يعني تقولو بعدما احنا كالجمائي اللي كيجيو الناس لاحسوا العوان تيزوروا العائلات من ديال وموادي ولكن كيتطروا يأخذوا المظهر او لا يعني اشياء وفي الاخير يعني كي يحاولوا بشير ميو كيرميو القنينات كمسوبة انه جمعي وفراس حاويات من ديال الازبال وفراس حاويات من ديال الازبال الداهنا والله العظيم الى كانت جيز وصورت وقلت بي انه هنا كانت حشاكم الازبال ومحسار موش حرمت المقابر ومحسار موش هذا المكان المقدس اللي سنا الحمد لله بعد ما صورنا هاد جمعية صراحة لا انطور عليها الورود ولكن كلمة حق جمعية النصر الجمعية لا تسعى الى الدعم لا تسعى الى البوز بل تسعى الى الخير جزاكم الله خيرا والله العظيم الى التبوريشة اذا تنتمنى هذا هو البتل سوف نشوفوا جميع المقابرات القيين ولكن هنا غلو جهر رسالتي للسلطات لان هذا مش دور الجمعية يعني نموت بالكيرم تحاول يعني بش مقربكم يعني كيفاش تشوفوه هراش ديججججي تصور شانوش شوه لازبان كيفاش كانت ممتراك ما كيفاش كانت الحالة ها اي ديجججي تحاول اذا هنه نهنا موثي بيع كيرموثي bien شوف تيفیر اشتركوا في القناة 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 صراحة الله لمن الاخوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة